بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي وبنات والطلاب سنوية عامة الوحدة الاثناشر. وهنشرح ان شاء الله في الجزء ده القعدة بشكل مبسط جدا هتحبوه ان شاء الله انا متأكد انكم هتحبوا القعدة جدا لانها قعدة سهلة وان شاء الله مع الحل كمان في الجزء الرابع وفي الجزء السادس بنحل اسئلة جيم والمعاصر هتلاقيوا الموضوع اسهل وابسط بكتير. اتمنى لكم ان شاء الله انكم بتركزوا كويس وانكم بتخال بالكم من كل النقطة بتتقال وتسجلوا ورايا ونروح نشرح مع بعض ونرجع لبعضي تاني. اهلا بكم مرتان يا شباب القعدة بتاعة الوحدة الاثناشر بتكلم عني يعني اصلا يعني الالزام. الالزام او الضرورة. ان انا بلزمك بحاجة. يعني الالزام. انا بلزمك. انت لازم تعمل ده. طبعا انتم عارفين ان في كلمة يعني يجب للالزام او الضرورة. وفي ناس كتير بتقول ان هي هي هاف تو او هاس تو يعني يجب للالزام او الضرورة. والكلام ده مش دقيق وهقولك ليه حالا دلوقتي. مست اصلا معناها يجب. خلينا نشرح واحدة واحدة كده. زي مثل امثلة زي ما انت شايف. لازم سعط بابا. هو انت لازم ترى القصة المملة دي. اللي يجب ان ارتديه في المدرسة. لو انت بسيط على المثلة دي كويس هتلاقي اني استخدمت مست عادي جدا. اهو. استخدمت مست عادي جدا في الجملة المثبتة. استخدمت مست في اول الكلام بمعنى هل يبقى مست من الممكن ان تأتي في اول الكلام بمعنى هل هل يجب ان افعل كذا. واستخدمت مست بعد ادات لستفهم what. فقلت what must i wear. فبالتالي لو انت عايز تستخدم مست في اول الكلام اه ممكن. طبعا لازم تبع عارف ان كل اللي هنشرحه النهاردة بيجي بعده المصدر. must have to has to need to كل اللي هنقوله النهاردة كلهم بيجي بعدهم مصدر. فهنا انا must جاي بعدها read المصدر. و what must i wear برضو المصدر. طب قولينا بقى مستر امتا بنستخدم must? ايه استخدامات must? بص يا باسيتي. عندك must تستخدمها لما تكون بتذكر نفسك بحاجة. انت بتقولي نفسك من جواك. الزام داخلي. اصلا المفهومة الخاطئ اللي عندك. ان مصد دي مع القوانين? لا. انسى الحكاية دي. مصد ما هيش بتاعة القوانين. ولا القواعد ولا اللوائح ولا تعليم الدين ولا اي حاجة من برا. انت من جواك عايز تعمل كده. انا اللي بذكر نفسي. انا اللي بقول لنفسي. ده والله. انا المفروض اذكر. امي واتذكر شوية. الحاجات دي اللي هو انت بتقولي نفسك. انا من جوايا. ضميرك بعد عنك كده ايه? ضميرك بينقح عليك. هو ده الاحساس بتاع must. انا لازم اعمل كزا. I must revise for my exam. لا ده لازم اقول يا رجل اللي امتحان. انا بابا وماما بيعملوا حاجة لا. I must help my mother. اوكي? طيب. يبا ده احد استخدمات must. الحاجة التانية توجيه الدعوة القوية. انا بقول دايما العزومة اللي بقلب. يعني ما هيش عزومة مركبية كده اللي هي تعدي كده ايه? اه تفضل لا. طب خلاص ماشي مع السلامة. اه عارفين انتو الحكاية دي. لا مفيش ده. انا عايز اعزم بقلب قوي. يبا استخدم must. you must visit me tomorrow. لا ده انت لازم تزورني بكرة. اه عارف اللي هو ويحلف ميت حلفان ده هو must. must ده لأ والله اليوم كن مش عارف ايه كلام ده. must هنا العزومة اللي بقلب. وانت بتعزم وبتعزم بقلب قوي. طيب. كمان must بتستخدم في النصيحة القوية. يعني يه النصيحة القوية? طيب ما انا عارف ان النصيحة should be Mr. يعني انا باستخدم should be the nصيحة. صحيح انا ما قلت لكش لأ. بس لو انت في حد بتحبه قوي وعلاقتك بيه قوي قوي مش بتحبه اللي هو اه الحاجات لأ. اه بتحبه اللي هو انا بحب الشخص اهو يا اختي اي حد يعني اي حد انا بحبه اه عايز انصحه نصيحة كده الواجه الله فانا شايف انه بيدره نفسه او شايف انه بيعمل حاجة المفروض ما اعملهاش او شايف انه هو المفروض يعمل كزا. فاقول له يا عمي you must stop smoking. لا ده انت لازم تبطل التدخين. هنا انا بنصحه نصيحة قوية جدا علشان اخليه بطل التدخين. نصيحة قوية لما تكون في حد عايز تقول له حاجة يعني مش بتقولها مش بتقولها هو ايه وخلاص وهو يعمل يعمل ما عملش ما عملش انت من جواك عايز تقول له يعني عشان خاطر ربنا اعمل كزا. هي دي مصد. يبقى مصد تاني نعيد مع بعض واحدة واحدة كده اهو. تذكير النفس للزام الداخلي. العزومة اللي بقلب. النصيحة القوية. للتعبير عن شيء مهم القيام بيه. حاجة مهم انك تعملها. يعني ايه? يعني اقول له واحد مسلا ايه? هي must hurry to catch the bus. لازم يسرع علشان يلحق الوتوبيس. والله لو ما اسرعش مش يلحق. خلاص? فهنا حاجة ضرورية انه يعملها لانه لو ما عملش عايز يلحق الوتوبيس ولا مش عايز. مش بترد على الانتقاط تسمعني وانت ساكل عايز ولا مش عايز? عايز. خلاص يبقى لازم يسرع. خلاص? لو مش عايز يلحق الوتوبيس براحته. خلاص? فاحنا فهمنا يعني ايه? مصد? مصد ما هيش قواعد ولا قوانين ولا لوائح ولا ولا حاجات الزامية. لأ مصد دي من جواك. او عزومة بقلب. او دعوة نصيحة قوية لحد. او حاجات من المهم القيام بها. علشان لو انت عايز تعمل كزا لازم تعمل كزا. بس لازم تاخد بالك كواس جدا ان مصد تستخدم في المضارع والمستقبل. يعني ما فيش حاجة اسمها مصد ما تنفعش في المستقبل. لا عادي. بص كده. انا بتكلم عن النهاردة وده مضارع. ازوره بكرة او النهاردة. تنفع مع المضارع وتنفع مع المستقبل. طب لما مصد ما تنفعش مع لوائح والقوانين والحاجات دي. الام ٥ المين اللي يجي مع لوائح والقوانين بص يا سيدي. يعني يجب أن. هاس ٢ يعني يجب أن. هاف جات ٤. اسمها ايه هاف جات ٢ اه. يا مستر مش هاف ٢ بس لأ وفي هاف جات ٢. زيها زي حاف ٢ بالزبط. هاس ٢. زيها زي هاس ٢. نيت ٢ او نيت زي ٢ حسب مفرد او جامع خد بالك ان هاف وهاف ونيد جامع هاز وهاز ونيد مفرد الستة دول يستخدموا مع القواعد والقوانين لما تكون بتلزم حد بقانون معين اللوائح والقوانين بتقول لازم تعمل كذا هنا بقى الحاجات اللي مفهاش ما ينفعش انت تحاول انك ما تعملهاش لأ انت لازم تعملها لانك لو ما عملتهاش هتروح في داهة يا اما مثلا القوانين ولوائح دول وتدخل استجن بعد عنك يا اما تعليم دين وربنا يغضب عليك وربنا سبحانه تعالى ما يغضب علينا جميعا فبالتالي انت لازم تعمل كذا لشان دي لوائح وقوانين وتعليم دول وتعليم دينية وهكذا تعني يجب وده الزام خارجي الزام خارجي يعني حد بيجبرك مش من جواك بقى زي مصد لا ده حد بيجبرك قواعد وقوانين ولوائح قواعد مدرسية ومرور واستخدم هذه التعبيرات في المدرع والمستقبل ايه انت مش كنت من شوية مستقبل بتقول مست مدرع ومستقبل اه ودول كمان مدرع ومستقبل يبقى انا كده كل المجموع دي مستو هفتو هستو هفتو هستو هستو ونيتو نيتزتو كل ده مدرع ومستقبل اه كلهم مدرع ومستقبل عادي يستخدمهم في المدرع ومستقبل يعني المستقبل ملحوش كلمة لوحده لا ليه ليه هقولها لك بعد شوية بس دول معاهم يعني يعني ينفع او اي واحدة من دول. اوكي. طيب. بص كده على مسيرة. لازم تعدي علشان تحصل على رخصة النهاردة. النهاردة لازم تعدي الاختبار ده. ده قانون دولة. حبيبي لو مش هتعدي في اختبار السواء مش هتاخد الرخصة. ده قوانين. طب ده مضارع. اه مضارع. او انا كده بتكلم عن بكرة. بكرة في المستقبل كمان يبقى هستخدم هفتو. عادي. هفتو. وهستو. وهف جاتو. وهاز جاتو. ونيد تو. ونيد زيتو. للمضارع وللمستقبل. طب خلينا نبدأ نتكلم في الجزء اللي هو من غير جات. اللي هو هستو بس او هفتو بس. خلينا نتكلم عن دول. هفتو او هستو او نيد تو. اللي مفهمش جات. ركز معي. لازم يبقى معك باسبورت عشان تسافر. انا كلامي صح ولا غلط. مش قوانين وقواعد دول دي. ينفع حضراتك تسافر برا مصر من غير ما يبقى معك باسبورت. كويس. ما ينفعش. يبقى هنا باستخدم هفتو. طب لو عايز اسأل. لو عايز اسأل هستخدم ضز. ليه? لان دو او ضز طبعا. ضز هنا مع المفرد ودو مع الجمع. ليه? السؤال هنا. ليه? لانه هفتو هنا بتستخدم كفعلة اساسي. ما ينفعش هاستخدم هف. على انه الفعل المساعد وابدأ بهاف في اول الكلام او هاس في اول الكلام ده يهبقى غلط. ففي الحلقة دي لازم ابدأ بضز. يبقى معنى كده انه طالما في هاف تو بس من غير جات. انا بركز اوي على الحكاية دي. من غير جات. وهدي قليل جيت يا همستر يا عم جيت ايه? ده جيت باسبورت يا عم تركز يا اخي جيت باسبورت يعني اخد او يحصل على جواز صفر. بوقت بتكلم عن هاف جات. كويس. لو ما فيش جات عندي هنا يبقى هاستخدم دو او داز في الاسئلة. لو ما فيش جات. ركز اوي. يبقى هنا اقول داز في اول الكلام هنا عشان شي مفرد داز شي هاف تو. هدي قليل ازاي مفرد بقى ما تقول هاس تو بقى. اقول له ازاي يا عم ازاي من عندي داز. ما يفعش اقول داز شي هاز. ما يفعش. يبقى طالما في داز يبقى هاف برضو. يعني مع المفرد في السؤال بنستخدم هاف. طبعا مش عندك داز. وطبعا في وجود داز ما يفعش احط الفعل مصرف لازم وحطه في المصدر. فبالتالي انا هحط داز وبعدين شي هاف تستادي هستري. هي لازم تدرس التاريخ. او ممكن داز او دو بعد اداة الاستفهام زي امتى المفروض تخلص او تنهي. يبقى هنا الكلام بقى في حالة هاف تو او هاس تو او نيت تو بنستخدم دو او داز في الاسئلة. اما اول الكلام ببعنة هل او بعد اداة الاستفهام. اما في حالة هاف جات تو او هاز جات تو بنستخدم هاف أو هاز في الأسئلة كفعل مساعد ليه؟ قال لك خلص إحنا هناك لما كان عندي هاف تو بس كنت بستخدم هاف تو على إنه أساسي لكن هنا طالما عندي جات فبستخدم جات تو هو الأساسي وباخد هاف أستخدمه كفعل مساعد أسأل بي في أول الكلام أحط هاف أو هاز في أول الكلام أو أضعهم بعد أداة الاستفهام أهو إما أول الكلام معنى هال أو بعد أداة الاستفهام وأدي الأمثلة أول مثال هي هاز جات تو أتند ذا هو لازم يحضر المحاضرة جملة مثبتة مش سؤال كويس هاز جات تو أه فيه جات أه اعمل سؤال كده هاز هي جات إيه ده ما بدأتش ليه بدوء أو ضز عشان عندي جات طالما عندي كلمة جات دي ما يفعش أحط دوء أو ضز خلص أبدأ بهاز نفسها هاز هي جات تو أتند ذات لكتشر مستر في السؤال أنت قلت في السؤال ما يفعش أحط آآ هاز لازم أحطها مصرفة أنا قلت لك لما يبقى عندي ضز أحط هاف مش كده لكن أنا دلوقتي ما عنديش ضز ده أنا هسأل بهاز نفسها خلاص ابدأ بها عادي هاز هي جات تو أتند ذا لكتشر أو وين هاز هي جات تو أتند ذا لكتشر إمتى هو لازم يحضر المحاضرة دي وين يعني مات هاز فعل مساعد الفاعل هي جات تو أتند ذا لكتشر طب قول لي بقى مستر الفرما بين مستر ودونت هاف تو أو دوزنت هاف تو أو دونت نيد تو أو دوزنت نيد تو أو نيد انت احنا اتكلمنا عن الإثبات مش كده من شوية إحنا عايزين اتكلم بالوقتي عن النفي لو قلنا إن فيه مست مختلف عن مست عن هاف تو آه فعلا مست مختلف عن هاف تو أو هست تو لا إن مست الزي من داخلي زي ما تفقنا أو نصيحة قوية أو دعوة بقلب إذا مش كنا هاف تو أو هس طو لوائق extremely important مست بقى النفي بتاع مست ودونت هاف تو دوازنت هاف تو دونت نيد تو دازنت نيد تو نيدند اللي هي النفي بتاعت هاف تو أو هست أو دو الفرا ما وبين عمarat أولاً بس عايزك تركز في حاجة إن أنا عندي هنا دول خامسة خامسة ليه؟ لأن النفي بتاع هاف تو دونت هاف تو والنفي بتاع هاز تو دازنت هاف دا مفرد آه المفروض هاز بقى لأ مش عندك دازي عن دازنت هاف تو ودازنت نيت تو أو دونت نيت تو وفي حاجة واحدة تانية زيادة كده اسمها نيدنت ما بيجيش معها تو ركز قوي أربعة دول معهم تو نيدنت الوحيدة اللي معهاش تو يبنا لو عندي في اختيارات مفيش تو وما فيش كاتب لي تو خالص يبقى أختار نيدنت ما ينفعش أستخدم واحدة من دول من غير تو يعني ما ينفعش أقول دازنت هاف بس أو دونت نيت بس أو دونت هاف بس أو دازنت نيت بس من غير تو الدنيا من غير تو آه يبقى نيدنت تمام؟ إيه الفرق من الخامسة دول ومصنط؟ ها قللك حالة مصنط معناها ممنوع أو غير مسموح ما ينفعش تعمل كده ممنوع أو غير مسموح دي ممكن تحمل معنى إيه؟ ممكن تحمل معنى إنه هو ضد القانون أجه نستزلوه ممكن تحمل معنى اني اكون بنصحك قوية يعني انا بقولك يا اخي ما تدخنش بقى بتأذي نفسك يعني انا ممكن استخدام لنصيحة القوية اه زي ما كنت باستخدام لنصيحة القوية ممكن استخدام لنصيحة القوية لو انا شايف واحد بيمشي على حافة النيل وهقول له اوعى توعى يا عم هتوعى انت كده ممكن تنجرف لان هو مثلا منحضر قوي اوعى توعى هنا اقول له ممنوع تمشي هنا على الحافة هنا ما فيش قانون يمنع ده بس انا بانصحه نصيحة قوية فبالتالي على استخدام لنصيحة ممنوع أو غير مسموح تساوي It's a guidance to the load إذا القانون It's forbidden ممنوع It's banned ممنوع واذا يا سيدي استخدامات مصنط المنع او التحريم او عدم استماح قانون لو في قانون يمنع ده لما نقول له You mustn't drive without a license ممنوع تسوع ربيتك من غير رخصي باول حاجة المنع او التحريم او عدم استماح قانون القانون بيمنع ده. لإعطاء نصيحة قوية؟ اه. زي مصد ما كانت تستخدم لإعطاء نصيحة قوية. ممنوع تدخن. ما تدخنشي. هتأذي نفسك للتعبير عن النصيحة القوية. تالت حاجة. للتعبير عن الالتزام الشخصي. ايه ده اللي بيستخدم مصد لو بكلم نفسي. اه زي مصد لما كنا بيستخدمها لو بكلم نفسي اقول لنفسي انا لازم اذاكر بقى. انا اخلي عندي دم بقى اقوم اذاكر. كمان مصد تستخدم كده. انك تقول لنفسك اي ممنوع انسى ان اذاكر بقى. ما تنساش بقى انك تذاكر. خلى عندك دم. بتكلم نفسك. اه? مش سوريا. مش انا اللي بكلمك بقول لها خلى عندك دم العيب. انا بقى انت اللي بتقول لنفسك انا ميش دعوة. انت اللي بتقول. اوكي? اي مصد تفرجات تستدي. طيب. الحاجة الرابعة. للتعبير انه من المهم عدم فعل شيء. زي مصد لما كنت بقوله اه لو عايز تلحق الاتوديس. او اه. 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 ا الاناء الساخن. ده الحالة دي سخنة قوي. لو لمستها هتتشوي. برحتك بقى. اوكي مصد. بتديله نصيحة قوية او اقوله ان الحاجة دي مهم انك ما تعملهاش. يبقى بستخدم مصد مش بس مع القواعد والقوانين. عشان فيه ناس فهم انه مصد قانون بس. لأ. مصد ممكن من جواك. ممكن نصيحة قوية. ممكن نقول لحد ان ده مش مهم انك ما تعملوش. مهم انك ما تعملش كجا. طب احنا فهمنا مصد. قولنا بقى استخدام don't have to. don't need to. doesn't have to. doesn't need to. او haven't got to. النفي بتاع have got. الفاكر لما قلت لك have got to. هستخدم have على انه فعلي مساعد اسأل بي. وانفي بي برضو. ابدأ بي في اول كم معنى هل? او او اضاء وبعدها دلت تفهم او انفي بي. اهي. ثانية واحدة. اهي. haven't got to. او hasn't got to. او 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 امت باستخدم المجموعة كبيرة دي. don't have to. doesn't have to. كم دقول امت باستخدم شوية الحاجات الكتير دول. امت باستخدمهم. لما تكون لا توجد ضرورة. انت مش مضطر تعمل كده. يا عم مش لازم تعمل كده. يا عم ما تأفورش. ايه? انت بتغذر مستر. لا والله بيتكلم بجد. هقول لك ازاي. هدي لك مثالين دايما بقولهم لطلاري هنا في ملوي. لما بيبقى عندي طلبة هنا في ملوي بقول لهم ايه. بصوا اسمعني. انا مثلا مدرستي. مش انا انا مش اهبل كده. ركز معي. واحد مدرسته جنب بيته على طول. اوكي. ومدرسته معدها الساعة 8. راح صحيح الساعة 4 اخينا ده. ولبس. لا ملحقش يلبس طلع يجري عالسلم. مغزلش وشه. لا مغزلش وشه. مفطرش لا مفطرش. بالبيجامع او بالبيجامع. بالشبشب او بالشبشب. نازل يجري عالسلم. ممتو هنا لما تهندها عليها عالسلم وتقول له رايح فين يقولها رايح المدرسة. هتقول له you mustn't run ولا تقول له you don't have to run. لو قالت له you mustn't تبقى انها بتقول له القانون يمنع جاريك يا حبيبي. مفيش قانون بيمنع الجاري. بس هنا تقول له حبيبي you don't have to run. انت بتجري ليه طيب. يعني فاضل اربع ساعات والمد وما كيفتر. don't have to. يعني لها توجد ضرورة اللي انت بتعمله. مفيش ضرورة. انت مش مضطر يا عم تعمل كده. يا عم مش اللي اهزم تعمل كده. ما تقول له كده. طيب. واحد تاني مثلا خلص امتحانات اه سنة تانية سنوية يوم خمسة عشرين خمسة. يوم ستة عشرين خمسة جابي الكتب ودخل افعل على نفسه الباب. حلو ده. ده راجل ملتزم ويعني انا بحب الناس المجتهدة. كويس. مامتو بتخبط عليه الصبح يلا عشان تفتر قال لها لأ ب بزاكر. يلا عشان تتغدى في وسط النهار كده. لا بزاكر. يلا عشان انت عشى. لا مستقبل بيضيع. هتعش ايه بزاكر. انت بتهزر بتكلم جد. لا بتكلم جد. قفل على نفس الباب. مرضيش ينام. مش بياكل. مش بيشرب. مش بينام. مش بيخرج عشان يدخل حمام. ايه ده انت عايش ازاي مش عارف. هنا بقى امامتو تقول له. you mustn't? ولا تقول له you don't have to. يعني انت مش محتاج تعمل كده. انت مش مضطر. فهمته يعني ايه don't have to? اللي هو واحد مش م مضطر يعمل حاجة وبيعملها. واحد عنده سكر كتير قوي في الدلاب ومليان وراح يشتري. فنقول لي you don't have to buy. انت مش محتاج تعمل كده. ده over. ده زيادة. لكن مش mustn't. فهمة الفرق ما بين mustn't و don't have to? طيب. هوريك كمان امثلة. you aren't late. you don't have to run. انت مش متأخر. مش محتاج تجري. I am not late. I don't have to take a taxi. انا مش متأخر. مش محتاج ان انا اخد تاكسي. she has a lot of sugar. عندها سكر كتير. she doesn't have to buy more. هي مش محتاجة انها تشتري زيادة. طب انت يا مستر من شوية قلت لنا ان بستخدم have to او has to او need to او needs to او must للضروة في المستقبل. او صحيح. must to have to has to need to will have to. will need to. ايه ده? ايه اللي اتنين يجزيادة دون انت ما قلت لناش من شوية. فعلا انا قلت لك سعيتها ان في حاجات مخصوصة للمستقبل بس بنزود عليها have to and must. لكن لو عايز تقول will have to او will need to. ينفع will have to. طب في سؤال بقى هنا يا مستر. عمالة يضو في دماغي وعايزك تجاويب لي عليه. اتفضل يا حبيبي اسأل. ينفع اقول will must. انت بتهزر بقى في حاجة اسمها will must. will ده فعلي نقص. ومصد ده فعلي نقص. ما يجوش وراء بعض. ما يفعش ما فيش حاجة اسمها will must. اه يعني لو انا عايز احط will. لازم يبقى will have to. او will need to. بالضبط. يا اما تحط مصد لوحدها وهي تعبر عن المستقبل. كويس جدا. تعال ناخد نسال. I will have to work hard tomorrow. انا هكون مضطر. انا لازم اشتغل بجد غدا. طب والماضي. الماضي هي كلمة واحدة بس. شوفت زحمة اللي كانت في المضارع دي. هاف تو هاس تو نيت تو. كل الزحمة دي كتير كتير. وهاف جد تو. وهاس جد تو. ونيت تو نيت زيت تو. لأ بص. الماضي رواءان. هات تو. ايه ده بجات? اه هات تو. هات تو بس. لوحدة. رواءان. دماغ. هات تو. عايز تتكلم في الدراف الماضي. هات تو. مع المفرد. هات تو. مع الجامع. هات تو. اه انا. هات تو. اه مش عارف ايه هات تو. هي هات تو. كلمة واحدة بس. I had to park my car here. اضطريت يا حبيبي. النار كان عربيتي هنا. يستردي. يمبارح. ليه? علي took my place. علي خدمة كاني. فانا اضطريت اركن عربيتي هنا. ده انا كنت مضطر في الماضي. يستردي. خلاص بس. last year السنة اللي فاتت. I had to study hard to get the fall mark. او high marks. last year. هات تو. يستردي. هات تو. ماضي. هات تو. الضروة في الماضي. كلمة واحدة. هات تو. طب انت مستر قلت لنا انه اه في الضرورة هاف تو او هاس تو او مست او نيت تو او كل الكلام ده في المضارع. فيه حاجة بقى اللي هي العكس بتاع هاليها توجد ضرورة. اللي هي don't have تو. doesn't have تو كده. تمام? مشارحناهم. اللي هو رجل العبيت اللي كان بيجري استعار باعه هو عنده مدرسة استعار تمالية. هنا بقى. لو انا في الماضي عايز اقول لحد يا اخي ما كانش ضروري انك تعمل كده. بص بقى ركز معي. انا عندي كلمتين للموضوع ده. عندي كلمة اسمها didn't have to. وعندي كلمة تانية اسمها need to have والتصريف الثالث. didn't have to طبعا بيجي بعدها المصدر زي كل صحابها اللي فاتوا. didn't have to بيجي بعدها المصدر. need to have والتصريف الثالث. ايه الفرقة ما بينهم؟ ركز اوي بقى عشان دي مهمة. هنا لم تكن هناك ضرورة ما كانش ضروري في الماضي ولم يحدث ما حصلتش. انا ايقنت وفهمت انه مش ضروري فعشان كده ما عملتش كده. انا مبارح ما كنتش مستعجل وما كانش ضروري ان اخد تاكسي وما اخدتش تاكسي. تمام? اما need to have with تصريف الثالث. لا need to have with تصريف الثالث دي واحد ما كانش ضروري يعمل حاجة لم يكن ضروريا ولكن حدث. للأسف عمل كده. اوكي? لم يكن ضروريا ولكن حدث. تعالى نشوفي الامثل عشان نفهم اكتر. اول مثال I didn't have to buy more vegetables. ما كنتش مضطر ان اشتري vegetables زيادة. I found a lot of home لان انا وجدت وجدت كتير في البيت فلما لقيت كتير في البيت فماشتريتش. يعني معناها انه ما كانش ضروري وما حصلتش. انا ما جبتش. اوكي? didn't have to. معناها اني ما عملتش الحاجة اللي مش المفروض تتعمل. طب اما need to have with تصريف الثالث. لا. دي لم يكن ضروري ولكن حدث. بص بقى واحد بهزة واحد او غالبا دي مراته يعني سوري يعني بس غالبا كده التهزيئة دي بتاعت مراته. you are wasteful. انت مبذر. why did you buy all these fruits? انت ليكن اشتريت كل الفكهة دي. you need to have both. ما كانش المفروض يشتري كل ده. need to have with تصريف الثالث يا جماعة. تديك انطباع انه عمل. الحاجة اللي ما كانش المفروض تتعمل. عشان كده بتهزقه. بتقول له you are wasteful. انت مبذر. وبتسأله كده وبتزع فيه. why did you buy all these fruits? تشتريت كل ده ليه? you need to have both. need to have with تصريف الثالث ما كانش المفروض تعمل دي كده. ما كانش المفروض. ما كانش ضروري. بس عملت. لكن did to have with تصريف الثالث ما عملتش. وكده شباب يكون انتهى الجزء الثاني الخاص بشرح القعدة. اتمنى تكون استفدت من الفيديو ولو استفدت ما تنساش تشير الفيديو لكل اصحابك. وما تنساش تعمل لايك وتسيب الكومنت بتاعك. اشوفكم دايما بخير واشوفكم الحلقة الجاية. الى اللقاء.